في الميدان الأوكراني ينصب الاهتمام الأوكراني والروسي وحتى الدولي على جبهة باخموت شرقا فالمعارك في البلدة تشهد وطيرة مرتفعة منذ فترة مع تأخير الحسم رغم اقترابه أكثر من مرة لصالح روسيا ووسط اعتراف كييف بصعوبة هذه المعركة تحذر مجموعة فاغنر الروسية التي تحارب على هذه الجبهة من نقص الذخيرة فيما رأى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن سيطرة روسيا على هذه البلدة لن تعني تغيير مجرية الحرب وعلى وقع استمرار المعارك في باخموت زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مدينة ماريوكول جنوب شرقي أوكرانيا حيث تفقد أعمال مجمع البناء العسكري أتابع للوزارة لإعادة تأهيل البناء التحتية في الدونباس ما هي أهداف زيارة شويغو وما هي انعكساتها ولماذا يتأخر الحسم في باخموت أسئلة نطرحها الليلة على ضيفنا من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي سيرجي شاشكوف سيد شاشكوف أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار بعد اقتراب مجموعة فاغنر أكثر من مرة من حسم هذه المعركة معركة باخموت نحاول أن نفهم معك الليلة ما الذي يؤخر ذلك مصال خير أهلا وسهلا بداية لابد من رشارة إلى أن أهمية باخموت وإكمال السيطرة عليها هي أهمية بمستوى تكتيكي ولا أكثر من ذلك بالنسبة للطرف الأوكراني كيف تستعمل باخموت كرمز للصمود والمقاومة والشجاعة وإلى آخره ولكن حتى في كيف الآن الإدارة والكيادة العسكرية على تمام الفهم بأن معركة باخموت سوف تنتهي قريبا بإكمال السيطرة عليهم من قبل جماعة فاغنر يعني الشركة الخاصة هذه عندما قال صاحب هذه الشركة يقالي أن هناك قلة الزخيرة فلا يعني ذلك أنه احتياطات الجيش الرئيسي بالقوات المسلحة من الزخائر انتهت لا هذا السبب لهذه التسريحات وفعلا المشكلة هذه واردة السبب يعود إلى نوع من سوء التفاهم أو سوء التنسيك أو عدم التفاهم أو حتى التنقضات الشخصية بين صاحب هذه الشركة وقيادة الجيش هناك سببات لذلك أولا صاحب الشركة عشارة وأكثر من مرة إلى أن الوحدات التي تحارف في جبهة باخموت تتبع لهذه الشركة وليس للجيش النظامي طبعا هذا نوع من الانزعاج للكيادة العسكرية ووزير الدفاع شخصيا بعد ذلك صرح الرئيس الركيان الهيئة الركيان الجيش جنرال جيراسمو وهو الآن قائد لهذه العمالية العسكرية الخاصة قال أن جماعة فاغنر ما لا علاقة بالإمدادات والتأمين اللوجيستي من قبل الجيش طالما هي شركة خاصة يعني ما علينا لكن هذا الخلاف سيد شاشكوف مهم جدا ما تفضلت به الآن ويعكس الحالة الحقيقية لما يجري في الميدان لكن هذا الخلاف اليوم يمكن ما بين هذه الألوية أو ما بين تحديدا فاغنر مجموعة فاغنر التي تحارب على الأرض في باخموت والمؤسسة العسكرية الروسية يؤخر الحسم وبالتالي كيف يمكن لهذا الخلاف أن ينتهي اليوم خصوصا بعد إعلان فاغنر مرات عدة اقترابها من الحسم ما الأسف خلاف هذا فعلا يؤثر سلبا على التنسيق إلى معلومة الكتالية وجودة التعاون بين وحدات فاغنر والجيش الروسي طبعا الجيش الروسي هو عبارة عن القوة الساددة والقوة الفعالة الساددة وتشترك في هذه العمليات شمالا وجنوبا من باخموت لأن العمالية تتحصل ليس في مدينة باخموت بحد ذاتها ولكن الجبهة طويلة جدا تصل إلى 800 كم الخلاف هذا لابد من تسوياته بأسرع ما يمكن لأن وصلت درجة التنقلات هذه إلى مستوى سؤل سؤال هل يعني تلك أن جماعة فاغنر سوف تنساحب بالكامل من هذه الجبهة وقالها صراحة تريغوجين قال أن انسحاب قوات أو مجموعة فاغنر من هذه المنطقة أو هذه المدينة ستؤثر على الجبهة كاملة من يتخذ هذا القرار؟ هل يعود القرار لمجموعة فاغنر؟ أم أن هذه المجموعة تندرج تحت إطار قرار سياسي عسكري يعود للكراملين؟ لك تجابة سيد بريغوجين على هذا السؤال شخصيا وبكل وضوح عندما سئل إذا كان هناك إيمكنية لسحب قواته من بخموت وتحميل الجيش النظامي بمسؤولية خوض هذه المعركة فقال أن جماعة فاغنر ستبقى في هذه المنطقة وسوف تنفذ واجبها القتالي كتفا بالكتف مع بقية الوحدات المسلحة سواء كانت من الجيش النظامي أو الحرس الجمهوري أو الأمن الداخلي وغيرها المشكلة تنحصل في التنقلات الشخصية التي لابد من إزالتها بأسرع ما يمكن لأن في نهاية الأمر كل منتسبية الجيش والجماعة فاغنر أمامهم واجب واحد ومهام واحدة لكن مسألة نقص الذخيرة سيد شاشكوف كيف يمكن تفسيره اليوم؟ وهذه خلينا نقول موسكو بشكل عام روسيا بشكل عام تسيطر على المحاور الثلاث الأهم في هذه المدينة لماذا لا تصل الذخائر إذن؟ الذخائر تصل الذخائر تصل وذخائر متوفرة في المستوضعات الخلفية وذخائر تصل يوميا إلى الوحدات الإمامية بكميات مطلوبة ولكن طالما هناك عدم التنسيق بين مدينة المدات والتعبير القتالي في رياسة الكريم الجيش وجماعة فاغنر يعني جماعة فاغنر بحد ذاتها لم تحصل على الكبيريات المطلوبة وهذا أمر مؤسف جدا فأعتقد أنه بعد زيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع السلجيشون إلى المقار الأمامي الميداني للكوات المتحشدة في تلك المنطقة سوف تزال هذه المشكلة وسوف يعود الأمر إلى مجره التبيعي بطبيعة الحال نحن بانتظار انعكاسات هذه الزيارة في الميدان والحسم في أيضا باخموت شكرا لهذه القراءة الليلة من ضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي سيرجي شاشكوف حدثنا من موسكو شكرا شكرا